اليوم تعلن فصائل الجيش الحر الهجوم على درعة المحطة التي يتواجد بها قوات النظام والآن يتم استهداف المواقع التابعة لقوات النظام في درعة المحطة بقذائف الهاون والمدافع الثقيلة وراجمات الصواريخ وللاطلاع أكثر عن تفاصيل هذه المعركة وعن المجريات إلى هذه اللحظة نلتقي بالعقيد ياسين العلوش قائد الفرقة 99 مشات السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله طبعا هذه المعركة ليست الأولى على مدينة درعة وما حولها وإن شاء الله سيتم تحرير هذه المدينة وطبعا بدأت التمهيد المدفعي وكافة أنواع الأسحة الرشاشة على المواقع المتواجدة المواقع النظام في مدينة درعة وتم كسر الخطوط الدفاعية المتمركزة فيها قوات النظام وشبيحته من أعوانه الإيرانيين وحزب الشيطان اللبناني ومعنوياته في الحضيد طبعا منهارة جدا وذلك بعدم رده المناسب على القوة التي دفعنا بها هذا الصباح ومعنويات قواتنا الحمد لله الجيش الحر عالية لو تطلعنا أيضا عن حجم أو عدد العناصر التابعين لقوات النظام في درعة المحطة المقدر من قبلكم وما هو السلاح الذي يتم استخدامه من قبل النظام في هذه المعركة طبعا العدد أو حجم القوات المتواجدة للتابعة لقوات الأسد في محافظة درعة تقدر بين 4000 ل5000 مقاتل وهم طبعا ليسوا من نظام الأسد ولكن من مرتزقته من استقدموه من إيران وأفغانستان وحزب الشيطان اللبناني ولكن بعون الله وسيتم القضاء على هذه القوة التي حشدها النظام في محافظة درعة وسيتم تحريرها بإذن الله تعالى وسنتردهم وسنتقدم باتجاه العاصمة دمشق وسنحررها من أيدي الطغاة الإيرانيين كما شاهدتم وكما سمعنا مع العقيد استهداف مواقع قوات النظام بقذاف الهاون وراجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة واستهداف محقق وإصابات محققة لمواقع التابعة لقوات النظام طبعا درعة المحطة يتواجد بها عدد كبير من قوات التابعة لقوات النظام والمواقع العسكرية المهمة منها اللواء ال132 وكتابه الستة المتواجدة في درعة المحطة بإضافة للأفرع الأمنية والعناصر المستجلبة من قبل هذا النظام معتصم الحسن أورينت نيوز من ريف درعة